اشتركوا في القناة وبركاته في بين السطور يقول كاتب معاصر حينما نتحدث على شاشة الانترنت بكل المواقع نسأله هذا السؤال انا المتحدث ام المستمع لذلك نسأل من يزغي الى الاخر انا ازغي الى حالي ام الاخرون اطلب منهم الازغاء الي فيسبوك يلعب لعبته اتاح لجمع كبير من المثقفين والعلماء يقابله جمع كبير من الحمق اتاح لهم ان يتساووا في قضية مناقشة كل القضايا الانسانية والقضايا الدينية ويسأل اخر يقول كلما تقدم الفيسبوك كلما تأخرنا الافكار على الشاشات تفقد الكثير من حيوياتها افكارنا البريئة اقدارنا نتأخر في فهم الاشياء لاننا نحول الحقيقة الى حقيقة فيسبوكية مواقع التواصل تتواصل مع الكثير من الذين لا علم لهم لا دراية لهم ربما لا يوجد اخرص على شاشة الفيسبوك وبالتالي انت منذ فتح الشاشة الزرقاء الى اغلاقها انت تحت المجهر مراقب يقول الكاتب الامريكي دان دانو حينما يتحدث الى الذين لا يفهمون يقول هؤلاء حسموا المعركة لا يوجد اكثر من الذين حسموا المعركة وتحالفوا مع السيئين فانتجوا قضية في منتهى السوء لذلك بهتت قضية الدهشة وانتهت القضايا التي تدهش الناس نحن في زمن غزو البلهاء كما عبر احد الكتاب نسأل هذا السؤال ونسأل اسئلة كثيرة في حلقة اليوم مع الضيوف الكرام الكاتب العراقي جناب الاستاذ جمعة عبدالله وايضا مدير مؤسسة الملتقى الثقافي العراقي الاستاذ منصور المعنى ضيوف الكرام تحية طيبة والسلام عليكم شرفتمونا في بين الصلاة شكرا جزيلا استاذ استاذ جمعة جزء كبير من القصة يختفي اذا ما تحولت القصة الى حكاية على الفيسبوك وبالتالي يعثر على نفسه جمعة عبدالله يستمع الى حاله يطلب من الناس ان يستمعوا ام هي استراحة محارب بعدما حل الضيم بالكاتب العراقي جمعة عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم وبهي تعالى نستعين مرحبا بك شكرا دائما استاذ مرحبا بحياتة الاستاذنا الكريمة استاذنا وحبيبنا استاذ جمعة حضرية اكثر عمقا من هذه نحن عندما ندرس كيف خلق الغرب او قادة الغرب العالم علينا اخلاقيا ومنهجيا وحتى وطنيا نبحث عن نظرية نقد او نظرية نقدية عربية اسلامية عراقية تأخذ في الاعتبار ظروف العراق ظروف الامة العربية ظروف الامة الاسلامية الثقافة العربية الاسلامية لاننا ضمن هذه الثقافة الحديث عن الصورة وعصر الصورة واستهلاك الصورة واننا في عصر او في قرن جديد لانه وقرن الثامن عشر سموه قرن التنوير وقرن التاسع عشر قرن الفلسفة وقرن العشر قرن العلم وهذا القرن يسمى قرن الصورة الصورة الاستلابية الصورة التي تغني عن اللغة وحضرتها كشرت قبل قليل الى محنة اللغة في عصر فيسبوك وفي عصر الصورة نعم هذه الاشكالات هذه الارحام المنتجة للوقاعة الجديدة نحن في الحضارة العربية الاسلامية هل نحن مستهلكون الى هذه الدرجة ام لدينا شيء نقول نعطيه للعالم لاننا ونحن الآن نتحدث عن زيغمونت في الحداثة السائلة ونتحدث عن كارل ماركس في البنية التحتية والقاعدة الاقتصادية ونتحدث عن نظريات الفيسبوك ليس لدينا نظرية نقد عربية اسلامية قادرة على وضع الاشياء في موضعها جميل فالمستهلك للشيء لا يستطيع ان يصنعه وبالتالي نحن بالنتيجة مع الزنون في اخر الشوط وعليه اعتقد ان هم اخلاقية ان نستنبط نظرية نقد عربية اسلامية في واقع التلقي قضية التلقي انت قبل التلقي وقبل الافكار وقبل الافكار تجلس امام الشاشة الزرقاء جمعة عبدالله يجلس الطفل الصغير المثقف الكبير المتلقي المزغي انت تتخلص من افكارك تسهم بشكل وباخر في طرد الافكار الميتة انت رجل واع جدا وتحاول ان ترمي الاحجار في البرك وتصنع الدوائر الفلسفية انت هكذا نفاجأ بجمعة عبدالله فيسبوك اخر استراد بويد مد الحضارة الغربية كاسح كاسح مش كاسح لا يمكن تخيفنا ليس عاديا وهذا المد قام على اجنحة الحداثة والان المشكلة ان الحداثة الان هناك من يسائلها زيقموند صاحب الحداثة السائلة زيقموند باومان ارلندي باومان يسائل اين وعود الحداثة وهذا الواقع الغربي اليوم معناها الغرب في حالة اعادة تقييم اليمين الغربي صعد حتى البرلمان الاوروبي حديث عن الشعبوية السياسية حديث عن نقوص الدولة القومية حديث عن فكرة السياسة في ادن الحمقى قبل كان الصندوق سموه الساحر الصندوق الانتخابات سموه الساحر هل سموه صندوق البلهاة حضرتك الشرط اليها قبل قليل غزو البلهاة غزو البلهاة الغرب في ازمة نحن انت تفرح لهكذا غزو؟ غربي؟ ايه اذا كنا ما تشتأل يدف سوف يخلص الناس من البلاحة؟ البلاحة؟ من جرامة عن انجليس قبل مئة سنة ومعن امريكان لم يخلصهم من البلاحة زاد بلاحة مرحبا استاذ مانا زادت البلاحة بلاحة الاستاذ جمع عبدالله امام امام مواقع تواصل ثمت مفاهيم جديدة تخفز على المسرح العربي وثمت حقائق على شاشة الفيسبوك يراد ان تشارك في قطيعها وانا حينما تنعزل خارج القطيع تصاب بالبرودة العالية بداية خلي نضع بعض النقاط على بعض الحروف القرن الواحد وعشرين اول سماته انه قرن التواصل وتقليص الفجوات بعبارة اخرى انا اعتبر قرن الازرار بالملء الفراغات نعم اعتبر انه التواصل الاجتماعي تطبيقات التواصل الاجتماعي هي حدث وظاهرة مثل مثلا انقراض الدينوسورات الثورة الفرنسية يعني الطوفان كل هذه الاحداث اللي سجلت بالتاريخ يجب ان نسجل ان التواصل الاجتماعي بدأي من الفين واربعة فما فوق هي حدث وظاهرة ستغير وغيرت من حياة الشعوب قد قد اختلف معك ومع استاذ جمعة في قضيتين نعم منع التواصل او تطبيقات التواصل الاجتماعي فرصة لأكثر من ثلاثة مليار شخص لان يكون متحدث لان يصغي لان يتفاعل لان يعبر عن رأية ممكن استاذ جمعة ممكن حضرتك في لحظة تكون ناشر في لحظة تكون متفاعل في لحظة تكون هل يمكن امام هذا الفيلق من يعني حتى مع كل الاحترام مع جماعات البلها هل يمكن ان نطمئن للحقيقة على شاشة الانترنت هل انتم مطمئنون لحال الحقيقة التطبيقات التواصل الاجتماعي حدث واصبح واقع والتعامل عليها يجب التعامل معها والسيطرة عليها يجب ان نقرب بوجودها الان عشرات المدارس الدينية والفقهية في العالم اخذت تنشئ لها مواقع على هذه الاصفحة نصات عليهم عالمية لانها اعترفت بتأثيرها عندما يكون عندك على الفيسبوك ثلاثة مليار شخص عندما يكون عندك على تويتر اكثر من خمسمائة واربعين مليون شخص يتفاعلون شهريا هذه الارقام الضخمة لا توفرها اي من وسائل الاعلام التقليدية التي تطرح منشور وتطلب من المستمع او المتلقي ان يقربي بينما تطرح المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وتسمح للمتلقي بان يتفاعل بشكل فوري هذه الميزة الميزة الثانية هي تمنح مشاركة واسعة النطاب على اليوم احنا نتحدث عن القضية الفلسطينية للمشاركة الغرب بالكامل مثلا يتخذ مواقف سلبية من القضية الفلسطينية لكن تم تسويق القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ايجابي جميل اليوم عشرات القضايا للأقليات المضطهدة بالعالم لقيت لها فرصة ان تتحدث على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم على عكس ما يشاع انه هذه واحدة من مظاهر العولمة وانه التواصل الاجتماعي يمكن اعتباره جزء من اعلام العولمة اليوم الأقليات الموجودة في الصين الأقليات الموجودة في أمريكا الأقليات الموجودة في كل العالم عدها فرصة وعدها قدرة ان تتحدث وان تسوق لنفسها هذا الجانب قد قد يقودنا الى يعني محاولة معالجة الاشكالية اللي احنا نتحدث بها انه يتساوى صوت المثقف مع الصوت الاحمق يتساوى صوت الذي يقرأ مع الذي لا يقرأ جميل هذه مطلوب من المؤسسات مطلوب من المنظمات مطلوب من الدول ان تنظم وان تضع معايير مثل ما تعرف حضرتك حتى فيسبوك تلقى غرامات ضخمة جدا بسبب انتهاكات تتعلق باستخدام بيانات المستخدمين جميل احنا مثلا بالعراق يجب ان يعني تسعى المؤسسات ذات العلاقة او انا مثلا اتحدث اليوم عن مركز الاعلام الرقلي اتحدث مثلا عن شبكة الاعلام العراقية يجب ان تأخذ دورها بتدريب الاف الشباب العراقيين للتعامل بشكل ايجابي مع مواقع التواصل الاجتماعي فطورة الصورة في مواقع التواصل استاذ جمع عبدالله نعلم سابقا ونفهم مهمة الكاتب هو ايهام الجماهير يعني من يحاول ايهام الجماهير يصبح سيدا لهم ومن يحاول ان يزيل الاوهام عن اعينهم يصبح ضحية لهم اليوم على شاشة التواصل الصورة تتحدث اما جمع عبدالله فانه يتحدث بعد ان تنطق الصورة تخاف من قضية حلول الصورة محل الناس حلول الصورة محل الوعي والوعي اصبح في زاوية بعيدة في الشرق المتوسط كلنا خافون مدعورون لاننا بلا بدائل لكن اصل القضية هناك خائفون مدعورون نعم من ماذا من عدم وجود بدائل من اننا مادة استعمالية من ان الاستعمار الغربي العسكري او الثقافي او الاقتصادي لا يزال هو هو لا تزال اجناحتنا متكسرة وغير قادية على الطيران وبالتالي اصل القضية في الغرب انه الصورة سحبت اللغة وانه الصورة سحبت الجمهور جميل والصورة قدمت الغلغاء والصورة قدمت الدهماء والصورة قدمت الشعبويات وحدث في امريكا امر خطير للغاية لحد الان لا تستطيع وجهة العلامة امريكية ان تسميه ما هو عندما دخل الغوغاء بمسطلح اللغة العربية مبنى الكونغس الامريكي وحطموا واجهاته وكان الرئيس معهم هذا يعني طلاق بائن بينونا كبرى بين الليبرالية والديمقراطية وهذا امر خطير للغاية امر خطير للغاية لانه التقاء الديمقراطية بالليبرالية احتاج اربع قرون او ثلاث قرون ونصف ولم يلتقي عن الله قبل قبل سنوات قليلة وهذا اللقاء هو عاصف هذا الزلزال هذا الزلزال حقيقي نحن ارتداد الزلزال يعني كلما توغلنا نحن في في الفكر الغربي نجد انفسنا ثانوين جدا ليس لدينا نظرية نقد عربية ليس قبل قليل حضرتك اشرتنا موضوعات ما البديل عن اللغة اذا كانت تسطورة بهذا التدفق واذا كانت النخبة قد توارث واذا كانت الشعبويات قد سادت فما هو البديل عند العرب لا بديل الا استعمار جديد استعمار على مستوى المناهج على مستوى الاحتصال انت كم تتألم جمعة عبدالله حينما تكتشف لا يقال يقال لحظة اكتشاف الوعي لحظة مرعبة حينما يكتشف جمعة عبدالله ثمت دمى وثمت خيوط تحرك الدمى وثمت من يحرك الدمى هذه لحظة الاكتشاف تسمى لحظة اكتشاف الوعي انت تتوجه حينما تكتشف الوعي ثم بمرحلة طويلة من المشي والتعب تكتب هذه على شاشة التواصل لا تجد كثير من اللايكات ربما أغنية باهتة لا قيمة لها لا كلاماً ولا لحناً ولا أداءً ولا صوتاً ولا تأثيراً تحصد الكثير من الأصوات تتعذى البرتة مناغويل كتب سبع أو ثمان كتب عن القراءة وأخذ ريسة القراءة روانسياً هائلاً يتحدث عن مكتبة في الليل يقول الليل عندما يجن الليل عندما يخيم الليل تبدأ مصابيح المكتبة بالظهور في شغل العالم ويقول لا أتصور الآخرة الجنة إلا على شكل مكتبة جميل وألف شفق داخلها قبل اليوم ثلاثة حديث تقول القراءة أنقذتني من الجنون ومن التعارض ومن السقوط في العدمية والمثقف العربي المسلم تلقي به الثقافة في عالم الجنون الذي يقرأ لأحدهم أنت قرأته لألف شفاق يعني أنت متوقع أن يسقط جمع عبدالله في عدمية جديدة لا هو فعل القراءة فعل التثاقف التثاقف النوعي العضوي معناه التراث النقدي للثقافة الغربية معناه تقع في جحيم اللامعنى في جحيم اللامعنى وجحيم اللامنهج اللامنهجية العربية العرب المسلمون إلى درجة كبيرة بلا وجود حضاري وبلا نظرية نقدية وبالتالي يكتفون فقط بنقل النظرية الغربية النقد بالسلب لا يأتي إلا بالسلب جميل وبالتالي هذه المجتمعات خلينا نشوف هذه الحقيقة والله الحقيقة مرة الأستاذ منصور مانع أمام الفيسبوك ثمت صمت ثمت صورة تتحدث والأستاذ جمع عبدالله يقول ننقل النظرية الغربية تكنولوجيا ثم لا نسهم بشكل وبآخر بنقد مفاهيم معينة نحن لا نتقبل مقياس الحضارة اسمح لي مقياس الحضارة الحضارة التقاس بمدى قدرة المتلقي على السماح بالوافد الجديد لأن القارئ الجديد هو عبارة عن ممول للنص النص يرغب بقارئ يملأ الفراغات كما يقول الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو أنا ذكرت لك أنه إحنا أمام عصر ملء الفراغات بالتالي لما يكون عندك فراغ يعني يكون عندك قصور في أنه تكون إليك مشهدك ويكون إليك صورتك وتكون إليك محتواك ثقافي الآخرين يملوه بالنتجة أنت أصلا أنت تسمح للآخر أن يشارك منصور مالع نصف الهوية بصراحة لا إحنا اليوم يعني ضعفنا في التعاطي مع التقنيات التواصل الاجتماعي نبرر بالهجوم على التواصل الاجتماعي لا إحنا اليوم خلينا ننظر لكل حدث لكل تطور لكل تطبيق ننظر ما نقدر إحنا نستفاد أو نستغله هو حدث واقع الفيسبوك والانستجرام والواتساب والتليجرام والسنابشات وأكثر من 200 تطبيق اليوم موجود هؤلاء يعني يستخدمهم أكثر من 75% من سكان البشر الموجودين فبالتالي بدل ما أن نهلك نفسنا في الهجوم على هذه المنصات أنا أعتقد أننا يجب أن ننظم أنفسنا وحتى فيما يتعلق بتفاصيل الشعبوية وتسويقها وغيرها أنا أقول الشعبوية موجودة قبل وجود ترامب والشعبوية لها مشاهد حية في تاريخ أعتقد كشاشة الفيسبوك يعني البعض يقول يقول المجتمعات البدائية أو خلنا نقول نقول العقل البشري يأخذ شكل القالب الذي عاش فيه وبعد ذلك لا يمكن أن نطلب من إنسان عاش في مجتمع قبلي جدا أن ينتج فلسفة برجستون مثلا أو ربما يعطينا فيزيائية أينشتاين أو ما قاله المفكر الإسلامي محمد باقر الصدر لا يمكن أن نطلب منه أن يعطي هكذا رؤية بالتالي بالتالي سرعة انتقال الحقيقة بهذا كذا سرعة قد تؤثر عليه يعني خلينا نجي للتحليل صحيح هذا الكلام؟ أي صحيح خلينا نجي للتحليل اليوم إحنا مشكلتنا قبل الأحداث مثلا رئيسية تحصل كل عشر سنوات كل عشرين سنة اليوم الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي عجلت بتسارع الأحداث ممكن بالشهر الواحد يصير عندنا أحداث ما كانت تصير خلال عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة أنا أعتقد إحنا يجب أن نطور قدراتنا وأني مثل ما قلت هذا واقع يجب أن نتعامل معه يجب أن ننتج جيل أو شباب عراقيين اليوم إحنا عندنا بالعراق اللي يتعاطون مع الفيسبوك 31 مليون من أصل 41 مليون عراقي يعني خلي نقول غالبية العراقيين عندهم حسابات على الفيسبوك على الواتساب على كذا يعني نستخرج الأطفال حتى الأطفال هم في طور في كائنات فيسبوكية وقت قضية أخرى التعرض لهذه الوسائل والله أنا ما أدري للإستاذ جمعة لأشي بتسم خليهم نشوفهم نطيك الوقت كامل إيه إستاذ جمعة يعني هذا المعدل أنا أطلب دك أنا أطلب خلي ننظر لتأثيرات مواقع التواصل الاستماعي من الجانبين الجانب الإيجابي وسلم مواقع التواصل بما تحمل من منشورات ومن نصوص ومن نقد ومن صورة تهجم ترهق روح الأستاذ جمعة عبدالله أم ترهق الروح اسمحوا لي حضرتك والأستاذ أنا أعود إلى أصل المسألة منهجيا طيب منهجيا القضية تتعلق بأزمة الغرب في أن الصورة قاستبقت المعنى طيب وهذا المعنى المسروح هو المعنى السياسي هو المعنى الديمقراطي هو المعنى المؤسساتي هو الدولة القومية الدولة الأستاذ مؤيد لمن عندما نقول أن الدولة القومية محل تساؤل في الغرب ما تأتي أكل زلزال أكل زلزال ما أتي لمن يوصل اليمين الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي أكل زلزال لكن هذا الزلزال الغرب شي سوي لديه مصدات مثلا سبح بزواج المثليين على سبيل المثال تنفيذ اجتماعي باحة الإجهاب حتى أن المثقفين مثقفون فرنسيون قالوا ماذا يعني أن تتحول الليبرالية إلى واجهة لدعم المثليين أو باحة الإجهاب أي أية لبرالية هذه الغرب في أزمة نحن كيف شخص أزمتنا عندما نقول أن الغرب يقول أن الصورة سرقت المعنى ماذا يعني ذلك؟ يعني مسائلة العقل النقدي لأن هناك عقلان عقل نقدي وعقل أداتي العقل أداتي العقل اليومي صاحب مشكلاتي والعقل النقدي عقل أرسطو وعقل هيجي أنت معري جديد يعني حينما قال المعري الناس ذو عقل بلادين وآخر دين لعقل له أنت صنفت الناس الأستاذ جمع عبدالله شخصت الأزمة الغربية وجنابك قاعد تذكر المفروض أن تشخص الأزمة العربية نعم الإستامية أنت على الفيس شخصتنا نعم أزمة العقل المتحجر أزمة العقل الإيدلوجي أزمة العقل أي شكل أصبنا به العقل النملي النمل والعقل القطيعي جميل النمل يعني أكتاز بدون تهدف بدون غائية وأي يأخذها القطيع فكرة القطيع فالغرب ومفكريه وساسته وستراتيجيه يشعرون بالرعب من أنه فكرة النمل والقطيع قد دخلت مرة أخرى الغرب بعد الثورة الفرنسية وقبل الثورة الفرنسية جميل نحن عندما نبحث هذه المشكلات لسنا في موقع لأنه النملية والقطيعية موتدلة لب التنظيمات الاجتماعية لدينا يعني في التربية في التعليم العالي في التنظيم المساجد في الحوزات والمرجعيات النمل النملية والقطيعية هي لب الثقافة العربية الإسلامية ولا يمكن أن نتحدث عن تجديد أو ثورة في هذا الفكر يعني القطيع والنمل هي لب الثقافة العربية الإسلامية العراقية ولا شيء غير هذه تتعب جمع عبدالله هذه القطيع يؤذيك حلول جمع عبدالله يؤذيك تجعلنا جميع صناعة الأصنام من جديد تجعلنا جميعا سجناء سجناء والله العقل النملي هذا يتحصب لك خلينا نخش العقل النملي باعتبار يقسم أحدهم المتدين إلى متدين ثردي ومتدين جماعي وآخر ابن المؤسسة ابن المؤسسة الذي ربما يتنفس من هواء المؤسسة ويقول ما تريده المؤسسة بالتالي أنت قلت العقل الجماعوي وعقل القطيع هذا يؤذي يؤذي جماليات واصطقيات النص خلينا نرى هذه الحقيقة إلى أي حد العربي لم يشخص المشكلة لذلك ما تفتح النقد على الآخر والآخر مشكلة له بعد الفاصل نتابع مع الضيوف الكرام الضيوف الكرام يبقى مهانا ترجمة نانسي قنقر من جديد من جديد مرحبا بكم في بين السطور الأستاذ منصور مانع شنو رأيك باللي قال الأستاذ جماع عبدالله نحن أمام مشكلة مشكلة سير القطيع وإلا القطيع لا يمنح المنعزل إلا كثير من السقيع والبرد أنت حينما ترهق بحقائق صورية على الفيسبوك وتنتهي الدهشة لديك هذه لا تتفش هذه تؤذي شنو موقف المثقف اليوم باعتبار أنت مدير مؤسسة الملتقى الثقافي يعني بداية سلوك قطيع ما إيجاب القرن الـ 21 موجود من بداية الثانية وكل الإشكاليات التي تحدث عنها استاذ جماع هي موجودة سابقا قبل عصر التواصل الاجتماعي طيب أنا أقول بدل ما ننقد هذه الظاهرة هي موجودة وكثير من يعني كل المرجعيات الدينية في العالم تتعامل معها كحقيقة موجودة وسوت لها مواقع وصفحات وقام تروج وتشتغل إحنا اليوم مطلوب من عدنا بما أن هذه ظاهرة فرضت نفسها وهي موجودة وستبقى موجودة ولن يعني قللت المساحات المظلمة وأتاحت لمليارات الأشخاص فرصة أن يتحدثوا حسا اليوم هناك فرق بين حديث العالم حديث المثقف حديث المختص وحديث الأحمق وحديث الشخص الذي لا يقرأ هذه واضحة يعني ممكن تلمسها وممكن تنظيمها إذا كان هناك عجز بالمؤسسات في تنظيم هذه الظاهرة ما ممكن أنه ننقد الظاهرة نفسها مثل ما أكو عصر الكتابة مثل ما يعني الأديان والمعتقدات نقلت من خلال الكتب اليوم ما استغرق يعني نشر آلاف السنين ممكن أنت تقدم بفلم بسيط تقدم ملخص عن ديانة عن مذهب عن معتقد وممكن أن تحقق تفاعلات لآلاف وملايين الأشخاص بهذا المنجز الذي قد لا يتحدث شمنا رأيك بقول أحدهم عشرين أو خلصة عشرين لقيقة أنت لن تستطيع أن تحارب قبح العالم ما لم تتلوث بشيء من قبحه أمام الفيسبوك أثر فيك أم تأثرت به أم تؤثر فيه يعني من الذي سوف يغير من باعتبارتهم بدخبة اليوم نسمع فلانة فلان فتحت أبواب الطشة يريدون لا يكاءت يريدون طشة يريدون لا يريدون حقيقة الحقيقة انعزلت وانزوت بعيدا لا تعطي سرها بشكل جديد وبشكل جميل كنت أتحدث ويا أستاذ جمعة عن رابط صغير رابط صغير بستة ألاف مصدر كان الحصول على مصدرين أو ثلاثة حتى تكمل رسالتك أو تكمل طروحتك أو تكمل البحث مالتك تحتاج لك أيام طويل لتسهر وتدور بالمكتبات الآن بحركة بسيطة تستطيع أن تبحث في آلاف في عشرات اليوم هذه التقنيات يجب أن نتعامل بها ليس بالضرورة أن نتلوث لو كان هذا القول أو هذا المثل صحيح بعبارة أخرى أنه كل المراجع الدينية بالعالم تلوثوا مسبقا باعتبار أنه لا توجد مذهب ولا توجد طائفة في العالم ما عندها موقع يروج ويبشر بتعاليمها بل على العكس اليوم إذا كانت بعض المعتقدات حبيسة للغرف المظلمة اليوم حتى المرجعيات الفقهية في العالم بدأت تنقح أفكارها ومدارسها وتنقح مفرداتها بما يتوافق جميل مع حالة الإعلام استجمع عبدالله طرقات المثقفين قديما كانت مضاءة بضوء القمر والطرق مضاءة بشكل جيد جدا لكن الجمع اليوم كثير من الجمع تائه لا أحد يعثر على الآخر رغم التواصل الموجود هل لأننا لم نشخص الأزمة أم لأن الآخر يعتقد أنه هو كائن حقيقي وكائن من حينما يكتب جمع عبدالله أنت كاتب أنت مستمع أنت مزغي أنت من في التوراة حديث عن سبع مراحل العالم جميل المرحلة الأولى قبل آدم عصر البراعة كل شيء بريء بريء واليوم الغرب كأنه صح على كابوس يبحث عن براءة حضرتك قليلاً أنه أنه الحقيقة لا يمكن نيلها ببساطة ولا يمكن أمارة سرها ببساطة وشكل لماذا لأن اليوم يعاد تعريف الحقيقة في داخل المختبر الكوني اللي هو الغرب الغرب المختبر الكوني يقاد العالم أربع قرون اليوم الحقيقة فيه الحقيقة الإنسانية الحقيقة الوطنية الحقيقة تحت اليد يعني المشكلة حينما نسأل جمع عبدالله يقول سابقاً طالب الدكتورة أو طالب الماجستير أو طالب الجامعة الشاهد على أنه مولع بالحقيقة والبحث عنها القمر اليوم الفيسبوك شاهد أن الحقائق تأخذ بسهولة بلا لذة بلا جمال ثم تثبت على الورق وتموت بمناسبة القمر بمناسبة القمر بعد أن صعد أرمان سترونج وظهر الصورة بتسعة وشتين خرج عالم ياباني للفضاء قال هذه كذبة لم يصعد أحد الفضاء والأمريكان يعني لعبوا بالصوت وكان هناك فريق أمريكا غير هذا وداعي سعودي قال الشيطان هو الذي نفخ نفسه وتحول إلى قمر كيوم الناس تماماً مثل أفاعي موسى على أنه جدة ماركيز الرواية العالم المشهور تقول أن الذي في بطن في داخل هذا الخشب السوداء الراديو هو جني ويمكن أن يراها وهي نائمة وكانت تتح في الغطاء وتلل الوعي ليس مصاحباً دائماً لآخر ما وصل إليه العلم لكنه النخبة هي مفتاح التاريخ وإذا كانت النخبة الغربية اليوم قد دخلت في أزمة مع التاريخ مع تاريخي هي لأنه الصورة أخذت الحقيقة الصورة استلبت الحقيقة فما هو دور النخبة سقوط النخبة وبروز الشعبي كما يتحدث عنه الزيجموند ويتحدث عنه عدوان الغذامي أفرز عالم جديد أنت أنت الموقع الموقع التواصل يعطيك فرصة رائعة لتكون من أنت جمع عبدالله يعني حينما تتحدث عن قتل صرصور قتل صرصور معين تفتح عليك النار مثلاً هذا عمل جيد ورائع قتل الصرصور لكن حينما تقتل فراشة ملونة فمعايير الجمال تختلف يعني أخلاقيات الفيسبوك والمواقع أخلاقيات تختلف عن أخلاقيات التدين وأخلاقيات العقل ثم تهبت جمالية ممزوجة باليبرالية عالية رأيك المهمشون برزوا والهامش أخذ محل المتن الآن جميل ما هي النتائج المتوقعة وكيف نرتب نحن وضعنا في ظل هذا البروز للهامش أنت خائف جداً أنت خائف جداً جداً استاذ منصور أنت بنفس الخوف يعني حينما يقول الكاتب البرتغالي كروش كروش يتحدث يقول نحن أمام مواقع تواصل تعطيك فرصة لتكون من أنت منصر مانع بماذا تفكر ثم تمانية تلصلص عليك ما أن تفتح شاشة الإنترنت ثمت المتلصلصون وما أن تغلق الشاشة ثمت المتلصلصون أنت أمام إشكالية كبيرة لا بداية استاذ يعني احنا خلينا نركز الخوف أحياناً يرافق كل خطوة جديدة يرافق كل موقف جديد لا استاذ جمعة استاذ جمعة يقول خوارزميات جديدة سوف تعرف يعني ليس فقط المواقع تعرف ماذا تريد ماذا تقرأ ماذا تحب احنا اليوم عندنا تعرف أنت اليوم بالجامعة أكو أساتذة ما يفتح حاسبة جميع ما عنده قدرة أنه يفتح حاسبة ويستخدم هاي التطبيقات وكذا حتى يشرح هذا مريح للطلاب تعاملنا مع التقنيات التواصل الاجتماعي مهم جداً حتى ننتقل أو نواكب المرحلة خوفي من ضعف أجهزتنا ومن ضعف مؤسساتنا يعني اليوم أنا أريد من مثلاً نقابة الفنانين أو نقابة الصحفيين أو اتحاد المحامين أو هاي المؤسسات أن يكون اليوم إلها دور في أن تعكس موقفها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي سابقاً كنت أنت أحياناً ممكن أن تصدر بيان خلال أسبوعين أو ثلاثة سابيع اليوم البيان يصدر خلال دقائق بعد الحدث خصوصاً إذا نقضة نظام نقضة نظام كما يقال يعني أنت مع قول أحدهم من الأفضل قالي بس دقيقة اليوم أنت الخوف من ينجاي أنت اليوم تتعامل مع أحداث متسارعة بالثواني بالدقائق بالساعات يجب أن تكون نشط دائماً حتى تواكب هذا الحدث أما أنه أنت تريد مسترخي مثل مثلاً قبل أن الحدث يكتشف بعد فدع 10 يام أو 15 يوم وأنت تسترخي وتتفعل ويا بها وتصدر بيان أو كذا وأنه أنت مطمئن أنت مصدر المعلومة الوحيد هذه القضية انتهت اليوم للدولة بكل مؤسسات المخابراتية الاستخبارات الشرطة المحلية مو هي مصدر المعلومة الوحيد اليوم الصورة تجيك من قلب الحدث بتقنيات الصورة والصوت والفيديو بالتالي أنت حتى يعني يكون أنت تفاعلك إيجابي يجب أنه تطور مؤسساتك هذا الإعلام الحكومي الموجود عندنا بالعراق يجب أن يتطور وأن يغير سلوكياته أن تبتعد حدهم يقول من الأفضل أن تبتعد إلى العزلة لا كي تعزل يعني الناس عنك أو تبتعد عن الناس ولكن كي تغلق الباب وتنتظر من يطرق الباب عليك إذا غبت على الفيسبوك اللايكات مزيفة الذين يكتبون لك مزيفون أمام قطورك هذه جمعة عبدالله خائف جدا أستاذنا حبيل جمعة عبدالله يقول نحن أمام خوف رهيب قلق أنت صحيح أنا أقول مبررات القلق مبررات القلق مو بالضرورة هي اللي عند استاذ جمعة يعني لا شيء حقيقي على الشاشة الذات تتبدد القلق القلق الموجود الذات تتبدد هذا مصطلح جديد يعني أمام أمام صعود ذكاس طناعي ربما يفوق الإبداع الأكاديمي في بعض قراءاته اليوم أمام قطورة رهيبة جدا الحقائق خلعت جلدها الأججار خلعت جلدها كي تنمو الحقائق خلعت جلدها كي تأتينا بتأويل جديد حتى الإنسان ذهب إلى أقصى التأويل كي يأتي بما يناسبه بما يرتح له أمام حقيقة الفيسبوك وحقيقة المكتوبات وحقيقة التصورات وحقيقة العقل المجرد ماذا تستعون ما أنتم فاعلون تبدد ذات هنا تبدد ذات عبدالشار معناه أن اللا يقين هو اليقين الوحيد اللا يقين الاستقرار اللا يقين هو اليقين الوحيد ونحن لدينا مثلا الغزالي والله خلينا أن يتحملوني أستاذ جمع عبدالله أنت اليوم أمام العقل النملي والعقل القطيع بمشكل قلت اللا يقين هو اللا يقين الحقيقي يقين الوحيد الحتميات ملغات عنده جمع عبدالله الحتميات كنا ونحن صغار ونحن مراهقين في التفكير يتحدث عن أنه الفرويدية في طريقة للتواري الماركسية في طريقة للتواري حتى هبط علينا عصر الصورة وعصر التواصل الاجتماعي الفائق لنجد أنفسنا في حتمية أسؤال من الحتميات الماركسية والفرويدية الحتميات الماركسية والفرويدية مقننة في كتب وهذه موزعة على أرجاء الكون كلها وبالتالي اليوم الغرب يعني تعاد نفس القضية الغرب عندما انتهت الحروب الصليبية هذا استعمل أجنحة الحداثة لبناء حداثته الخاصة ودولتها القومية ونحن ادخلنا في خلافات طائفية ومذهبية ولم يقم مشروع الدولة الآن نفس الشي الصورة صحبت المعنى من الغرب والمعنى يبحث عن معنى الغرب يبحث عن معنى جديد ونحن نغط في نوم عمير على الغرار التي سبقت العثمانية موجودة والانكشارية موجودة والسقم المعرفي أستاذ مؤيد لم يقم لحد للمشروع الدولة الوطنية الحديثة في كل نهاء الوطن العربي فكيف نتحدث عن إمكانية استيعاب أصل الصورة وأصل التواصل الاجتماعي في مشروع وطني ديني مؤسسا منقل ديني إصلاحي خادر على الإعطاء الذات البشرية والإنسانية العراقية قيمتها لأنه الأصل في نظرية النقدي العراقية حقوق الإنسان العراقي هي نقطة البدء وهذه النقطة هي معناها أن تحمل الإنسان ليس من شرور الفيسبوك وأن تحمل الإنسان من شرور الذاتية من عنته من النقطيع النملي لأنه المجتمع العراقي عاش قطيعاً نملياً زمن الإنجليز والعثماني والأمريكان والآن يعيش قطيعاً نملياً أسوأ من كل مراحل رحيب يعني ممكن أن تعيش يعيش استاد جمعة بلا فيسبوك لكن لا يعيش بلا حب لأن الحب يعني أنه لا يموت حتى لا يتبدد كل شيء جميل يعني استاذ منصور يعني خلينا استاد جمعة يقول حتى لا يتبدد كل شيء لا تتبدد ذات أنا أريد فقط عندي مجموعة أنا أفهم أفهم شيء استاد جمعة كأنه يقول لو كان هناك ما هو أحد من الصمت لفعل جمعة عبدالله على الفيسبوك يعني 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 خلينا نرى الصورة بشكل مغاير عندما يكتب جمعة عبدالله بالتسعينات كم عدد الأشخاص اللي يقرؤون لجمعة عبدالله وكم عدد الأشخاص اللي يقرؤون الآن لجمعة عبدالله معيار التفوق والإبداع القراء لا يعني أما المادة والنوع جمعة عبدالله يصل الآن إلى آلاف الأشخاص ربما سابقاً يصل إلى مئات الأشخاص لكن لكن هذا ليس معياراً يعني مشكلتنا أنه ما ننظر لما نقوم به ننظر لما يقوم به الآخرون يعني نعم أنه هناك مثلاً آلاف ملايين الأشخاص اللي يكتبون وقد يهبطون بمستوى الكتابة بمستوى النشر بمستوى اللغة ممكن لكن في مقابل في مقابل ذلك حتى قضية أنه الناس اليوم تنوع المنشورات ووفرتها وغزارتها جعلنا على عكس ما يقال أقرب إلى الحقيقة من أي وقت مضى اليوم صالف لي بالألف وتسائمين صالف لي بالألف ميلادية وبالألف ومئتين ميلادية هل نحن الآن أقرب إلى الحقائق من كل تلك الأزمان أقول نعم ما أقول إحنا وصلنا الحقيقة الكاملة صعب جداً أنه نوصل لكن إحنا اليوم حتى في قراءتنا للتاريخ في قراءتنا لحياتنا أنه أقرب إلى الحقيقة من غيرها اليوم أي معلومة تريدها سواء كانت معلومة علمية متخصصة فأنا تكتب نحن ما نتحدث عن المعلومة العلمية العلمية لا تخلق أزمة واحد زائد واحد اثنان وهو التواصل الاجتماعي عند مجموعة أبعاد البعد المعرفي البعد السلوكي العلوم الطبيعية العلوم الإنسانية العلوم احتمالية نحن نختلف في قراءة التاريخ ولكن ثمة حقائق صنعناها اليوم أكو إشكالية طرحها الأستاذ جمعة عبدالله ثمة من يقرأ التاريخ كي يحفظ التاريخ وثمة من يقرأ التاريخ كي يفهم الفهم أستاذ جمعة في مرحلة جيدة من الفهم هرموطيقيا بالمناسبة هرموطيقيا من العلوم الباقية حتى في الغرب لأنها احتمالية ولأنها تبحث عن قراءات لا نهائية جميل يعني دائما تحيل الإنسان لا نهائي لكن الأزمة الأستاذ مويد الأزمة أنه الآن الغرب يشعر بأنه الأزمة القديمة اللي قال بها ماكس بيبر أنه العقلانية البرقاطية ستمكن من الغرب تماما لكن بعد ذلك ما هو المعنى يسقط المعنى سقوط المعنى في معادل ماركسية وحدث خلاف داخل البيئة الغربية حول ماكس بيبر وكارل ماركس خلينا أسئلك سؤال شخصي أنت من اللي تحب دائما حينما تكتب تفتح الدلالات يعني ثمة كلام يقوله جمع عبدالله لكن يخشى أن يسمع فلحينما تكتب تصغي إلى حالك يعني فتح الدلالات يعني صاحب الوردة إن برتعيكو حينما يقول النص آلك سولة تطلب من القارئ ملء الفراغات وتطلب منه تعاونا معرفيا كي يملأ الفراغات بعد ذلك نأتي بمنتج معرفي ممتاز لماذا نخشى حتى من القراء من الذين يتواصلون معنا لماذا لا نقول الحقيقة سيالة لا تتوقف أنا وأنا أكتب بتواضع أطلب من من شيطاني ومن حلفائي طيب أن يخلصوني من مجموعة رقباء حولي جميل رقباء بلا حدود ورقابة بلا حدود والرقابة الأولى تبدأ بالمنعطة بالأصل بالغرب الغرب مصنع الحقيقة سار سار يعني كي لا نضع بعيدا الغرب يصنع الحقيقة ونحن نعيش على هام شادة الحقيقة واليوم عندما نقول أن الغرب لديه أزمة في أنه يحدث بلا غائية يعني الغرب يعني أقرب إلى الله مننا أقرب إلى روح الله مننا لأنه يبحث على الغائية وماكس بيبر قال أنه الغرب سوف ينصل إلى موضوعة البيروقراطية العقلانية سوف يسود الطبيعة وسوف ينهم أزمة الدولة الوطنية والفقر وكذا لكنه سوف ينصدم بالمعنى ما هي الغائية من ذلك نحن لا غائية ولا معنى يعني لا دولة حديثة ومشكلات الدولة الحديثة الله هي خلينا يشوف أستاذ منصور رقمنة الكتب اليوم ورقمنة الإنسان شيئانة الإنسان وسلعانة الأشياء الأشياء صارت في بعض القراءات أعلى سعراً من الإنسان نعم هذه مشكلة كبيرة هل يمكن أن يقرأ منصور معنى حقيقة على قرص ما على شاشة ما على موقع ما ويعطيها ذات الحقيقة حينما كانت تقرأ بين الكتب ومن المتلقي ومن الأستاذ يعني بحسب المصدر أو المرجع يعني أنت اليوم من موقع علمي متخصص تأخذ المعلومة أكثر يقيناً مما منشور على الفيسبوك من شخص غير مختص وهذه إلى علاقة بالمعرفة والتلقي أنت مو كل اللي يعني تقرأ تعتبر حقيقة هذا يرتبط بوعي الشعوب كلما زادت معرفة ووعي الشعوب زادت إيجابيات تلقيها لوسائل تصبح حرًا أنت على موقع التواصل تشعر بالحرية لكن القضية الأهم أنت بالسابق حتى تحصل على هذا الكتاب وتقرأ إرادك جهد ووقت اليوم هذا الكتاب وعشرات مثل ممكن بلحظات أقل من الدقيقة تحصل على عشرات الكتب وتحصل على معلومات معرفية بالعلوم بالمهن بكل التفاصيل تستغر ووقت أقل بيسر وبكل فأقل لماذا لا ننظر لمواقع التواصل الاجتماعي بما أتحت أنه من مجالات واسعة النطاق بالمعرفة دائما ننظر على أنه هذه مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات أنشئت بجامعة كذا الأمريكية وجامعة كذا الأمريكية معنى تشنو إحنا نقرب عجزنا بأن ننشئ إحنا تطبيقات عربية ممكن أو إسلامية ممكن إحنا نعتمدها عجزنا لا يبرر شيطانة هذه المواقع وأنا أضرب لك مثل اليوم في كل الأحداث الأساسية اللي نعتبرها إحنا كأمة إسلامية أو أمة عربية أحداث أساسية اليوم التغطية من قلب الحدث وين التدخل الغربي بها اليوم تعاملنا مع حرب غزة اليوم حرب غزة بفعل التواصل الاجتماعي اليوم عكسة حقيقة إسرائيل خلينا نسيلك سؤال واضح يعني تقرأ مع المعلقين على هذه الجملة التي كتبها كاتب أو صحفي أو كاتب عمود ومن جملة المعلقين على ما قاله وما نشره جمعة عبدالله لديه تعليق بسيط لا مناصة من أن نستمع على جمعة عبدالله حينما يتساوى الناس على شاشة الفيسبوك لا يتساوى يؤلم هذا الشيء عندما تطرح أنت منشور وتقرأ أسماء اللي يتفاعلون وياك أكيد جمعة عبدالله تعليقه رح يكون مميز عن الباقي أكيد أنت تبحث عن مئة شخص المتلأة اللي تفاعلوا وياك تبحث عن أسماء تبحث عن أشخاص متفاعلين بشكل يؤلمك حينما يأتي دليث لمشورك دليث بسيط سيد جمعة ماذا تشعر وأنت في قائمة المحضورات نحن محاصرون بالدليث والسناب وأشياء غريبة وحاصرون تماماً يعني لكن الحصار الأكبر وفي السؤال عن من ينتج الدلالة جميل في هذا المجتمع العراقي من ينتج الدلالة لا الحوزات المرجعيات الدينية قادرة باكتشاف الإنسان الجديد ولا الإنسان الجديد لديه رغبة في اكتشاف نفسه فمرة أخرى بحاجة إلى هذا الغرب كي يرشلنا كي يرشل قطيع نملنا وكرشل قطيعنا نحن ضحايا تفكير متحدر من تراث صعب وهذا التراث هو يحظ على الجماعية دون السردية ويحظ على الفردانية دون السردية ويحظ على الشر الكامل في النفوس والآن تجد أنه المدينة العراقية المدينة العربية تفتقد القدرة على رعاية الإبداع تفتقد القدرة على رعاية التسامح والغرب يخوض معركة التجديد معركة الخلاص من اليمين الخلاص من الأوبئة الخلاص من الشعبويات ونحن ننظر إليهم بعين الشامت من دون أي قدرة على أن نقلد هذا الحال ولا أن ننتج لنفسنا حد الموضوع هو بالتحديد صورة مرعبة وصورة مغلة بالإتقان من قبل مواقع غربية وإنجذاب من قبل قراء وذوق عربي ماذا تقول في الذكاء الاصطناعي مرحلة الذكاء الاصطناعي ربما سوف تصنع دليت إلى مستوى إبداع أكاديمي هذه مشكلة كبيرة أنت مع الفيس والمواقع أستاذ جمعة تشعر بالخوف ماذا سوف تشعر أمام ذكاء ودهاء الصناعي الميتون ينطقون مجموعة من العلماء الذين ماتوا قبل سنين ينطقون مجموعة من العلماء قالوا أنهم ماتوا 14 روبوت بطريقة ما يعني جعلوا 14 ميت و14 حي فعندما جاءوا بالفحص الـ 14 حي انتقلوا الـ 14 ميت فتناموا يعني دعو النوم يعني الذكاء الاصطناعي بدأ ينافس الذكاء الإنساني وهذا التنافس بالنسبة للينا لا قيمة له لماذا لأنه لما نزل في قعر التطور العلمي ولا قد يعني أستاذ مؤيد نشاكلنا على قدرنا وذا أردنا أن ننشئ أو نبدأ في مشروع الدولة الوطنية الحديثة ومشروع حقوق الإنسان هذا هو البداية الأولى جميل كل مشكلات الفيس ومشكلات التواصل تجدها حلاً داخل هذا الإطار هذا المضمون جميل والله هاي تحتاج حلقة مفصلة إذن يعني بالنهاية المشكلة ليست بمواقع التواصل للاجتماعي المشكلة في أننا بعقلية التفكير ما عندنا دولة حديثة المشكلة لا لا السؤال هو حينما تصبح كل الأشياء سهلة ولذيذة وتحت اليد في المواقع لا شيء يجهد منصور مانع للحصول عليه بالتالي وصول الأشياء مجانا يؤثر أما أنت تستمتع بهكذا بالعكس الجهد زاد يعني أحتاج أن أتواصل حتى أواكب الحدث اليوم أنت عندك 200 موقع تواصل الاجتماعي أنت تتواصل مع المواقع أكثر من تواصلك مع العشيرة مع العائلة مع نفسك نحن نتواصل مع الشاشة لا مو بهذا الوقت اللي كنت أستغرقه للتواصل مع عشيرتي اليوم اختصر اليوم أنا أبعد شخص عندي ممكن أتواصله برسالة باتصال مو بالضرورة أني أروح لب السيارة وأضيع لي يوم كامل أو كذا وممكن صورة وصوت الحدث الأشياء بدت توصلني أسهل فليش ما أستخدمها اليوم اليوم كان تنصح أنت بالتوازن؟ تنصح بالتوازن؟ تنصح بالتوازن؟ هذه الصفحة اللي معناتها انتهاك لحقوق الإنسان أنا ما أتعمل معها طبعا أستاذ جمعة اسمح لي أخذ الأوراق أنا أحتز بأوراقك الله أحفظك أستاذ أنت تكتب دائما أحتز بأوراقك والله أنا أكتب ما تقوله حضرتك اللهم يحفظك يعني الزميل المخرج يقول في أقل من دقيقة نحن أمام مهمة أخلاقية وطنية دينية هي رؤية المعنى وإنتاج الدلالة رؤية المعنى وإنتاج الدلالة بمستوى يتيح لهذا الفيس أن يتحول أداة غادرة على خلق جيل بعيد عن الخبر والجنوب الديني والعلماني جميل والله أنا أشوف هذه رؤية دينية وصوفية رائعة جدا جناب الكاتب جماعة عبدالله شكرا جزيلا لك شكرا لك وجناب مدير مؤسسة الملتقى العراقي الأستاذ منصور مانع شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لكم وشكرا مشاهدين الكرام كن بلا فيسبوك ولكن لا تكن بلا حب كي لا تشم ريح الموت مت في الحب كي تبقى حيا إلى الأبد شكرا جزيلا لكم تحياتي مؤيد جاسم ختام الحلقة نلقاكم في عنوانات ثانية تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة